ولذلك تعالى معا كده سيدنا النبي يقول ايه كما في الحديث الوالد في مستنى امام احمر ومرتبة الحديث الصحيح كما صارى احمد شاكر رحمه الله بيقول ايه لا تذهب الدنيا حتى تصير للوكع ابن لوكع للوكع ابن لوكع حتى تصير للوكع ابن لوكع هكذا المتن لا تذهب الدنيا حتى تصير للوكع ابن لوكع خلي بالكم معي جدا يعني ايه يعني الدنيا دي مش هتنتهي لغاية ما يبقى ملذتها وسعادتها وأموالها ووجاهتها ومناصبها عند هؤلاء هم الذين يكونون فيه كذا الله يعني أن يصير أمر الناس بأيدي أمثال هؤلاء ولما نقول لك ده ده خبيث ده حقير ده تافع ده مشكلة وبس قليل العقل ميت القلب إلى آخر هذه الأمور أهي لا تزول الدنيا لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع إذن لكع يتمتع بمفهولة عدمات الناس بقى بتئن من الجوع وهو المتمتع بالشبع الناس مش لقى فلوس والفلوس جايها من كل اتجاه الناس مش لقى عمل والمناصب تأتيه من كل اتجاه هذا هو لكع هذا هو لكع ولذلك حدثنا النبي وأعلمنا النبي حينما أقول حدثنا أي بلغنا من أحاديثه صلى الله عليه وسلم أن آخر زمان يموت فيه الصالحون يذهب الصالحون يعني يموت فيه الصالحون ويبقى شرار الناس أهل الشر قال العلماء وأهل الخير فئة مغمورة قليلة لا تعرف معروفة ولا تنكر منكرة يعني هيبقى أهل الخير قليلين قوي تيهين في الناس وبعدين ما لهمش كلمة ما لهمش قادرين ولا لهم سطوة ولا أي حاجة لا يعرفون معروف ولا ينكرون منكرة ولا حد بيلتفت لهم أصلا على الإطلاق إنما الأيام الأخيرة هذي بيموت فيها الصالحون وإذا كل شفاء تسمع شاب مات من الصالحين رجل من الطيبين أوي الثاني اللي قاعد يشم اللي بيخضر الحرامي الفاسد النصاب اللي قاعد يأكل أموال كذا اللي بيستولى على كيت كل شوية اللي قاعد يسفح اللي آخرت ليلة الصحة ما فيش أمراض ما فيش ما بيقولوا مش أمراض أنا أتحد جيبوا لي من بعض البلدان الطبقات اللي يقل فاسد الكات إن حد من دول حتى أيام يعني أنا مش بقول ممكن لا يأتي وبرضو مع ترامي يعني هذا الأمر لا يقلل من القادر ممكن لكن سبحان الله هتجدوا الصحة والأموال والأولاد والوجهات ودي ايه يا جماعة دي فتنة ولا تحسبن الله غافلا عما يعملوا الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار يعني في الدنيا خلالها دا مستدرجين ليه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أيوة دولا با استدراج ولذلك قال أهل العلم حينما ترى إنسانا تأتيه الدنيا وهو ليس على الصلاح بل والعياذ بالله كذا وكذا فاعلم أنه مستدرج أولاده صحة وتعليم ودرجات علمية وظايف وهو صحة وهو إنسان مش كويس اعلم أنه مستدرج وليست محبة من الله جل وعلا ودي اللي بيخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان بقفتنا لغيرهم إنما تعالي من بقى الأشراف الأطهار اللي في الزمن ده ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولدي حتى يلقى الله وما عليه من خطيئ تحدث عند الترمذة وحسن يعني ما يزال دلالة على الاستمرارية والتتابع على طول أولاده مرضنين هو مريض ابتلاءات ابتلاء في المال ابتلاء تنصب عليه تنصب على أولاده زي ما بيحصل لنا كده باسم الدين يامر تنصب علينا المهم وكت وكت إلى آخر هذه الأمور وبعدين وبعدين الناس تبصوا لك شوف ده ربنا غضبا على ده إنما ربنا رضع عليك خطأ نظرة الناس جهل في هذه إلا مراحمة رب أو إلا مراحمة رب ليه لأني قلتك مش المقياس ده مش المقياس ده خالص ده ده هو المنظر النظر صح ما يزالوا البلاء وبالمؤمن ده المؤمن بقى اللي البلاءات فيه وفي الأولاد وفي كذا وكذا حتى يلقى الله معاهم الخطيئة إنما الثاني ده مستدرات ولذلك إذا أحب الله عابدا عجل له بالعقوبة كل ما يعمل حاجة ده على طول يطهاره إنما الثاني وإذا أبغض الله عبدا أجل وفي رواية أخر عنه حتى يوافيه يوم القيامة وفي رواية أمسك عنه حتى يوافيه من القيامة لا يسيبوا مستدرج مال وكيت وفلوس وكل حاجة زي ما احنا شايفين الوقت حتى تجار الدين اللي قاعدين يدحكوا عن الناس بنعمل لكوكيتو بنعمل لربنا كذا واتبرح يا جدعان أطولنا يا جدعان وتلاقي الواحد من دول كان شحات وبقى الوقت يمتلك مليارات حرامية حتى لو قاعد يبكي ويعيط ويقرأ قرآن ويجيب بعد قرآن الزبور ويجيب بعد الزبور ده نصاب نصاب كل دول مش بقول لكم جانب لوحده لا لا جانب الفسدين والحرامية والتجار الدين كل دول دول فسدين دول فسدين دول في سلة واحدة دول فسدين في سلة واحدة إنما الأطار الأبرار ده ربنا بيطهرهم ربنا بيطهرهم وأسأل الله أسأل الله أسأل الله أن يمنى على عباده الطيبين الذين يعيشون من حلال خلاصته يا جماعة الدنيا دي يا جماعة أنا بقول للبعض ده أنت ممكن ماشي يا هو فكرة إيه ما تعرفش إيه اللي في بطنك إيه اللي في جسمك ما تعرفش على الإطلاق ده كذا ده عنده سرطان وبقى خلاص بقى لم بقى اجمع الملايين بقى خلي حد يفرحك بالمليارات اللي جمعتها دي أه ده عنده كذا الله لا خلي معفيش وخليك استودريكت وخليك عشت تسعين سنة أكتر من تسعين وبعدين أخرت إيه برضو هتموت لن تواخد النياشهين ولن تواخد المناصب ولن تواخد الوجهات ولن تواخد أي شيء معك على الإطلاق إلا العمل إن كان عملك يسود ويحك وويلك إنما إذا كان بهذا الإنسان من الصالحين من الركع السجود من الصابرين من الذين عاشوا في حلال وعاشوا على الحلال يا لسعادته ركزوا معايا جدا أنا بقوله عشان الناس اللي فاكروا أني عايشة وماش أتموت وأن المنصب بتاعه مش هيسيبه لا لو دامت لغيرك ما وصلت خلي بالك لو دامت لغيرك ما وصلت والله لن تدوم شكرا للمشاهدة